حدثنا أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيدي بن أبانى بن سعيدي بن العاص حدثني أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمدي بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضمرة بن سعد السلمية يحدث عروة بن الزبير قال حدثني أبي وجدي وكان قد شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس إلى ظل شجرة فقام إليه الأقرع بن حابص عيينة بن حسني بن بدر يطلب بدم الأشجعي عامري بن الأضبط وهو يومئذ سيد قيسل والأقرع بن حابص يدفع عن محلم ابن جثامة لخندف فاختص ما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تأخذون لدية خمسين خمسين في سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا قال يقول عيينة والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذق نساءه من الحزن ما أذق نسائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تأخذون لدية فأبعوا يينة فقام رجل من ليث يقالوا له مكيتل رجل قصير مجموع فقال يا نبي الله ما وجدت لهذا القاتل شبيها في غرة الإسلام إلا كغنمين وردت فرمي أولها فنافر آخرها أسن اليوم وغير غدا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال بل تقبلون لدية في سفرنا هذا خمسين وخمسين إذا رجعنا فلم يزل بالقوم حتى قبلوا أدية قال فلما قبلوا أدية قال قالوا أين صاحبكم يستغفروا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل آدم طويل ضرب عليه حلة حلة كانت تهيأ للقتل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك قال أنا محلم بن جثامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تغفر لمحلمين ثلاث مرات فقاما من بين يديه وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه فأما نحن بيننا فنقول قد استغفر له ولكنه أظهر ما أظهر ليدع الناس بعضه من بعض ثلاث مرات فقاما من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم